بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا كل بيسمعني معكم ميس صفاء أو الأستاذ صفاء من قناة تيوك اللي بيسمعني لأول مرة وعجب الفيديو ما ينساش تشترك وفعل الجرس حب تعرفونه في قناة ثانية اسمها يتيوك معرفة تابعونا على القناتين القناتين بنزل فيهم تعبير إنشاءات ووضعيات وتلخيص دروس وباقي محتوى القناة اليوم بإذن الله تعبير عن بداية العام الدراسي الجديد منزلة أنا نزلت العام الماضي بتعبير أخرى عن بداية العام الدراسي الجديد يعني شوفوها إن شاء الله هتعجبكم اليوم بتعبير آخر في حدود 12 سطر 12 سطر قصير لو تريدوا 6 سطور موجود أيضا في القناة قناة تيوك أي موضوع تعبير عند البداية يجب أن يكون في مقدمة وعرض وخاتمة لنتزم بمقدمة ولنتزم بعرض ولنتزم بخاتمة في الآخير المقدمة هنا أطرق بياض المقدمة إصار وتشويق ممكن تكون لمحة عن الموضوع استشهاد يخص الموضوع اللي بنتكلم عنه أو ممكن أن يكون اسلوب تعجب استشهاد بيقرني حديث بيت شعري مقول أي استشهاد في هذه الأيام يطل علينا عام دراسي جديد فما أجمله من عام كده اسلوب تعجب لمحة بسيطة عن الموضوع العرض أطرق بياض أيضا مسافة كلمة مثلا مقدمة ومع بداية عام دراسي يتجدد الأمل والنشاط والحيوية ويلتقى الطلاب بأصدقائهم وبالمكان الذي منه سيبدأ كل واحد منهم من جديد عاما آخر من أعوام الجد والاجتهاد ويلتقى الطلاب بأصدقائهم وبالمكان الذي منه سيبدأ كل واحد منهم من جديد عاما آخر من أعوام الجد والاجتهاد هنا في نقطة فبعد الراحة والخمول يأتي وقت الجد والعمل فلا حياة دوم كلها لعب وكذلك مهما طالت فلها انقضاء والعلم هو اللبنة والبذرة التي نغرسها تكلمت عن استقبال العام الدراسي بالأمل والنشاط والحيوية والتقاء الطلاب بأصدقائهم وبالمكان المدرسة يعني أقصد المدرسة وترك الخمول والراحة وكمان الوقت جاء وقت الجد والعمل والاجتهاد والاهتمام بالعلم علينا نصيحة بنصح علينا جميعا كطلاب الاهتمام بالدروس منذ بداية العام الدراسي والمراجعة المستمرة وكذلك تنظيم الوقت والابتعاد عن الكسل لتحصل عن النجاح والتفوق ولا ننسى تكوين علاقات إيجابية مع المعلم والأصدقاء وغطقيلة من جد وجد ومن ضرع حصد أو من صار على الضرب وصل من جد وجد ومن صار على الضرب وصل انتهيت كده من الموضوع أو انهيت الموضوع الخاتمة هنا كده استشهادت بمقولة الخاتمة ممكن استشهاد أو إبداء رأي شخصي أو نصيحة أنا وجهت نصيحة هنا في العرض هذا يكفي يجب أن نستشف أي موضوع تعبير الاستشهاد لأن الاستشهاد أيضا بتأخذ الضرج عليه في العرض تكلمنا عن استقبال العام الدراسي وقدمنا نصائح وتوجيهات نلتزم بالمقدمة كما قلت لحضراتكم مقدمة وعرض وخاتمة مقدمة أترك بياط عرض أترك بياط خاتمة أترك بياط نلتزم بعلمات ترقيم عند اسلوب التعجب نضع علامة التعجب هنا في فاصلة فاصلات النقطة نقطة فاصلة التعبير يبدأ ببياط ينتهي بنقطة عند القول نضع النقطتين عند الاستشهاد نضع المزدوجين استشهادنا يبقى في البداية نفتح كده بقوسين صغيرين اسمهم مزدوجين نضع المزدوجين في البداية ونقلقهم في النهاية وكل ذلك لو ملتزمنا بيه بننقص في الدرجة أو في العلامة ونلتزم بمقدمة وعرض وخاتمة ونلتزم أيضا بتحسين الخط يجب أن يكون خطك جيد لكي تحصل على علامة جيدة أراكم في الفيديوهات القادمة لا تبخلوا عين باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس اشترك في قناة يوتيوب ويوتيوب معرفة أراكم في الفيديوهات القادمة وإذا لم يعجبكم هذا التعبير شاهدوا الفيديوهات الأخرى موجود أيضا في القناة تعبير كثيرة عن بداية العالم الدراسي الجديد أراكم بالفيديوهات القادمة مع السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته